السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله هنكمل في الشابطة الاخيد في مادة الفونديمينتال بي شابطة خمسة وعشرين بحكي عن ادوات التثبيت لو انداخده مقصور تمام موباليزيزيشن اتحرك اشان ايش تمنع الحركة واشان عارفين انتم منع الحركة ايش بعزز الووند هو ما بتحرك جسديا ما بتحرك انا ساندو اي تعاون اي انحراف في الحالة كاخرين موبالية الحركة او لا علاج انا فيش حركة عن انا اما كعلاج او بسببه رومان دا كالتا ادوات ادوات ساعة العظام بتدعم او تدعم او تدعم او متخلي اجزاء الجسم مستقيمة بتمنع او بتصلح تشوهات امثلة 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 عن امثلات لعمل حكينا عنها مثبت انشوفوا موحدة ان شاء الله مرضى اخرين عندهم قلر يعني حركة محدودة يعني لما نستخدم اللي هو الجبس يعني لو بسموه ايش بلاتين خارجي يعني لما ركب ايش شغلات بس هلان دول حركة ايش محدودة ايش البربوس ايش الهدف من الميكانيكال واحد تريف بناء المصل لما انت تجلك مكسورة بنحط لها مثبت ما تحركش بيقلل الالم كل ما حرطت الكسر الالم بيزيد لما حط انا ادات ثبت القدم من اول عضو المكسور بيقلل الالم وبيقلل المصل السبازة بيدعم وبيخلي المكان المكسور او في اصابة معتدل بيقيد الحركة يعني بيقيد حركة المكان حتى يصيرها التأم في يعني شفاء والتأم بحافظ على بحافظ انه يخلي المكان او يخلي العضو في في وضعية الوظيفية حتى الشفاء بالكامل يعني بيخليك تحرك انت لو ايدك انكسرت ثمت لك ايدك لكن جسمك كله بتحرك فبيخسمحك بالحركة بينما باقي الجسم ايش مثبت ايه ايه بينما العضو المصاب مثبت لو العضو المكسور يتحرك راح ادي لك لاصابات اخرى وتشوهات اخرى هذا بمنعهم اليموباليزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز تثبيت بتحمي الاجزاء المصابة. هي اداة تثبت وبتحمي الاجزاء المصابة. تستخدم قبل او يعني اما قبل مع بدلا من اما قبل ما تحط او بدل عنهم. قلي في عندك امرجنسي سبلنت. في عندنا الامرجنسي هم بعملوها احنا بالعمل في المستشفى. بالطبع هتشوفوها في الاستقبال ان شاء الله. اما عندك هاي صناعية تجارية جاهزة. في عندك بسموها ايش او 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 هنشوفو ان شاء الله واحدة واحدة وان شاء الله لكم للمصور. نجعل المدينسي سبلنت. شايفينها في المدينسي سبلنت. هي غالبا بتحطها كأداء مساعدة اولية. تدخل اول للمساعدة في الشارع. فشي عندي ادوات انا. انت متوقع رجلو مكسرت? هيجلها مكسورة. انا مليش تتحرك رجلو. باجيب خشبة هانا. خشبة عشقة تانية. بربطهم اللي ضد رجلو كلها ايش. ثابتا متحرك شو. وقدم من تحت كمان. بربطها لفوق عشان امنع مين? امنع لضرب فوت. شايفينها اذا بش? تمال انت لحالك. تخلي كل رجلو كوحدة واحدة. نمنع مين? نمنع او نمنع اي حركة. صار قصد عنده في ضقبة في الفخد في الحوض. بدك تثبت كل رجلو. هدا هي اداء مساعدة اولية بتثبت القدم المصابة لضطبة المصابة. يعني تثبت لاشي المصاب مع المرش مصاب مع علامة انتقال للسبلنت زي من بورد بروم هاند غولف كلاب اي اشي اللي يثبت المكان. تمال تفطيك تحتهم اشي زيك يثبتهم. فيش اسمه او بيلتس او سيرفيس كيب ذا سبلنت اني بلس. هاي اشيها تخلي السبلنت في المكان. يعني في العربي ما هو بترجمة تقريبا منيحة لكن لو في صورة بتكون اوضحة شوية. تمام? اما التانية الكوميركال السبلنت اللي هي تجارية هادي. اكتر فعالية من او اكتر من او اكتر من او اكتر من ديزاين موجودة في احجام واشفاء مختلفة حسب الاصابة. في عندنا اول واحدة هذه آر اتبت المكان. ذات بيكم ذي جد وين فيلد وز ايد. بسي صلبة لما تمتلئ بالهواء. بالاضافة بتقلل الحركة بتمنع النزيف وبتمنع مين? النزيف والتوضع. لما نصير الهواء داخل جوة. اللي هو بدخل جوة بثبت المكان وبمنع الحركة. لابد خلتها جوة. دخل هوا. فهذي تلبسها زي اللي بتنفخ هوا في المكان او هي بتنفخ هوا او فيها هي هوا اصلا هذا الهواء او المنفوق فيها. بيثبت العضو بشكل كويس. اما التاني. هي دعم. شايفين هذي? اداحية هيكة ولا لها مرابط. حط رجلو عليها قدم هيك وبتلزق هذي اللزقاتها دولة. بتصير ايش? بتصير مية المية مثبتة. لكن ايش ماكن من شد? شايفين هانا? هاي رجلو ربطها فها من قدام. فهذا تمسكه بتشد القدم لقدام اللي ايضا تحاول لو صار كسر والقدم قلت لفوق انه هذي تسحب القدم تحاول القدم مستطع تسحب روين للمكان المناسبة. هي ادامة معدنية ذات بتثبت وبول بتشد العضلة ايش? الهتيبس. يعني هي مش هي سهل تحطها هي زي زي سهل تحطها. اه اه هي بسموه ثو ماس سبلينت. ثو ماس سبلينت. ويتش ريكواير سبيشال ترينينج بدا شوية تدريب. فور اتس ابليكيش عشان نطبقها عشان تمنى لعدش نالة انجة تمنى اصابة ثانية. هاري ايه هاري ايه? هاري ايه? ثوم سبلينت. اه بي ثوم سبلينت ابلايت تولور. هين ركبنا يعني هاي هاري كانت ايك وهين ركبنا عجل المريض وشدها من اتراكشين من قدام. نجي للاموبالايزر. ايش الاموبالايزر هادا? اموبالايزر هاي? زي شداد بالزوت تقريبا. يعني مش شداد تلوسو هيكة. بيثبت الفخدة مع الساق هاي مثلا تماما. فهي اصنع من الملابس او من قماش. يعني بتكون مناسبة عليها بالزوت وبتثبتها مية. اموبالايز ديمت بتقلل الحركة. بتقلل الحركة. بتشيلها بيرد. لفتاة قصيرة اثناء من الهيجين. او سأب دكتر مانا درسينج او تتغسل ممكن تشيلها بشكل معقد. في ايش اسم مولدد سبلينت. المولدد سبلينت تاري هاي شكل هاي كبا. يعني تثبت مش من تحت قريبا. or orthotic device اذا تصنع off rigid material. من اشي الصلب زي الجيبس. and use for chronic injury or disease. بتستخدم لاصابات chronic مزمنة او مرر معين. they provide prolonged support. بتوفر لك دعم طويل. and limit. وبتقلل موبمنت الحركة عشان تمنع من اصابات اخرى. وتمنع الالم. تمام? وتمنع الالم. و they maintain بتحافظ على body part. ازاي الجسم. in functional position. يعني هاي بتمنع الضبف وتخليه القدم ثابتة هيك. وبتمنع المفاصل والعضلات. وبتمنع المصلات وتمنع ضموه العضلات اثناء اثناء عدم الحركة. طيب. اللي هيها هي شكلها بالزلط. شايفين هيك اذا بتثبت المكان او الى ذلك. اما السيرذكال كولر هذي الى الرقبة. هذي غاعد اغلب بعملوه للمرضة. مع ما يعملو. مثلا غضروف في الرقبة عندو كسوفة يسوفة في الرقبة باشي زي هيك. سموها السيرذكال عنق. كولر تمسك هيك العنق هيك. يعني. اه اه او ديجد بلينتية مسامل الفوم او ديجد بلينت صلبة هيك حولها الرقبة. اتز يوز تو تريد باستخدمها لعلاج الاثليك نيك. زنك فيها مشكلة مصابة. اند اضر التروما ذات رزلط. او اي اصابة ناجة من النكس برين. شد عضل او سترين. اذا صار عندك رقبة انشاد عضل في الرقبة او ايش زي هيك. بتركب. هاي عندك الفوم السيرذكال كولر. هاي من الديجد. هاي فوم يعني شوية طريقة. هذي السيرذكال صلبة. هاي بتحركش بالمر. اه سلينجز. اشي لسلينجز? هذي لواحد ايه مكسورة. هذي بسموها ايش سلينجز. اه هي سلينجز ايا كلوث ديفايس. من مصنع من القماش. تستخدم عشان ترفع. وسموها سلينجز. اغلب استخدام سلينجز لمن? للارم للدرع. اه سريع البريسيز. طبعا ما حلالي بتتبت الفاخر. الطائب بتتبت لها لكن بتحرك. في محركة. قال لي هي بريسيز اه كوستوم ميد او كوستوم فتيد ديفايز. ديزاين تو سبورت. تدعم الويكينج ستاكتش الله. في اندك ضعف في الهيكرة اذا بتدعم. ايش هي تصنيف عبدا? فيه انا بروفالاكتك كوقاية او ريهابليتيشن على التأهيل او فانكشن وضيف. بروفالاكتك عشان تمنع او تقلل سيفيريتي جونت انجري. تمنع او تقلل مين? يصابة المفاصل. اما ذي هبليتيشن ذوست ذات اللاو بتسمح للبروتكتد موشن حركة. افان انجري الجونت لجونت مفصل منكسر. ذات هز بين تريتيد اوبراتيب. رحبة العلاج ممكن يتحرك يعني. اما فانكشنال. توبروفايد استابيليتي فور انستابيل جونت. لو عنده الجونت مش سيل مش مستقر. فهي بتدعم الانستابيل جونت. هاي بسموه ايش بريسس. شايفين كيف? وفي في النص انا داري هم تتحضك بطلع بمن افليكشن وكستنشن. الكاست اللي هو الجبس. الكاست هو صلب. بلس بوضعه بيوضع على حوله على المكسور. افتر بتزهد بين بعد ما انا رستور اعيد وهو انكسر طلع عن مكانه. انا برجو على مكانه وبثبته بكاست بجبس. وبركت اناتوميك اللين. عشان تصلح مين? الوضع اللي انكم تبعون. التشريح تبعون. the purpose of caste. ايش الهدف من الجبس? is to immobilize the ingest structure. تثبت المكان المقصور. الهيكل المقصور. caste usually are applied. بنحطه to fracture او broken لكسور بون. اغلب يعني الكاست يوضع لمين لكسر العظام. they are formed using either. استخدموا. يصنع الكاست. اما من. في عنا جبس امريكي وجبس عادي بتسمعه فيها نشوفه ان شاء الله. عنا سلندر كاست. وعندك بادي كاست. هاي سلندر كاست. هاي واحد سلندر كاست. سلندر هيك. هاي عفوا هاي السلندر كاست. هذي هي السلندر كاست. سلندر زي حلقة. حطها الارم مع الدراء. لق ركبة. اه اصابع او فنجر. تمام? اذا كاست بتمدد فروم جوينت. اه مهم. الكاست بتحطو انت. بدو مثلا انت عندك مثلا ايدك. مين كسرت مثلا. بدك انت المهم اشي انكسرت. بدك تخلي الكاست. يغطي. هاي ها. يعني المكان العظم المقصورة تحط الكاست عليها. وقابلها وبعدها. تمام? اه بلو افكتبون. بمنع الحركة. والذير باي بالتالي بيحوض على اثنال علاج. بخلي يعني انه تكون المكان صح مية المية. البادي كاست هي بادي كاست از لارجر فورم. شكل كبير من السلندر كاست. شكل كبير. اند انسير كيل ترنك. بيغط الترنك. ايش يقول ترنك? القفر الصد والابدومن. انستر بدلا ما انه بدل اطرق. فلو بالايد او القادر. بسموه سلندر كاست. اما ازا غطل الترنك بسموه ايش بادي كاست. اتجير اللي بشكل عام ممتد من النبل من حلمة الثدي الى الهبس للحور. وهيشوف انها من حلمة الثدي الى الحور ممتدها. ها سلندر هادا بادي كاست. باي فالفد كاست. في ايش اسمه باي فالفد كاست. ايش هالباي فالفد كاست؟ قل لي one that is cute in two pieces linked with. يعني هو واحد هو بيكون execute to two. قط بيقطع two pieces قطعتين من ال link with. ايش? يعني نشوف كمان شوية. قال لي باي فالفد كاست. شايفين كيف? زي هال هيك. يعني تيجي انت باي فالفدينتين. تحط نص هنا ونص فوق زي هيك. بسموه باي فالفد. باي اثنين. one that is cut cut بتقطع بتقطع الكاست لا two pieces لقطعتين length way. يعني قطع بتقطع تشكل ايش? شكل طولي زي هيك. اه creating front and back. بتصير عندك اشي في الخلف قطع في الخلف قطع في الامام. وفي بادي كاست. هي بتسهل الباثنج. لابد يتغسل سكنكير. اه باي فالفد كاست اه اه هي الاكسترم الاطراف. ما تبع مالها انا. لما. انا ركبت له جبس عادي زي هادة. وطلع عندك اديمة او عطلة دور دور دور. باجي انا بافتحه بالدسك من هنا ومن هنا. ايش بريح على الرفاف. بصير باي فالفد كاست. او. لما الكلينت بينج ويند فروم دا كاست. لما ما بدا انا بدا اشفي من الكاست العادي. بحطوله باي فالفد كاست. اه شيب اكس راي. از نيدل لو داك تعمله. اكس راي. باي فالفد كويس. بانفل جونت. للمفاصل المؤلمة. بيحتاج بي اموبالايز تمبورا ذريل. لو بندك انت ثبت العضو مؤقتا. انك بيانت مثلا. اذا عنده ارثرايس لتهاب المفاصل او العضلان. فممكن تحط له باي فالفد كاست. هادي هي صوته باي فالفد كاست. جوزين بكون او دوس وانوز. فيش اسمه باي كباست. يما هادة مع الصعب. وهذا بتكون كاست بضمنة رنك مع الاكستيمتي وهيك زي هيك. ياللي هي انسيركل يحيط وان او بوث ارم. يعني واحد او اتنين من الارم. او ليكز. and the chest trunk. chest or trunk. يعني هي بالضمن. واحد او الاثنين يعني it's generally strength with a reinforced bar. يعني هي بشكل عام. تداعم مع reinforced bar هيك مداعم. when applied to upper body. لما تحط على الجزء العلوي. the chest is referred to as one applied to lower extremity is called. يعني بتنزل وين? تنزله على بكون يعني ابر و lower extremity بكون كويس ويك شوية منيح. فلما تحطوا يعني هي حطناها على الاعلى. تحط وان تحطوا على lower extremity. مش حاط ايش كل اسمه هذا. when applied to lower extremity. تحطوا الميناتشين. عشان يعني يطلع ستول ويورين عارف. بلك تفتحه من عند مين. الجينتال. زي مو في الصورة هنا. هذا الجدول يعني صراحة مش كتير مبين او واضح انه واحد يقرأه وقال لك. يعني كيف تمالي العناب الكاست. اول شيء. يعني انت الكاست عبر عن جبس. تمام? فلما يكون لسه طازة جديدة هيكة تغطهوش وتلبسش عليه ملابس حتى يجف. ودوينك سو فاد او فهنا ايش? دوينك سو هذا بيسهل الاسسس مات اد دراينج والجفاف. اسس ايش? اه اه دوريشن فرقوانتي ان اكسبوز فينجر او فيت. يعني شوف ازا في السيريكوليشن. شوف السيريكوليشن لا اصبع. انت حطس في ايضا. شو بوصل دم لاصابع كله لا? تمام? اه 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 كوم باراتف داتا فور انتفاي نيورو فاسكا كومبليكيشن. خوف انه يقطع العصاب يبطي يصد دم لاصابع. بدك مونتور موبيليتي او فينجر. لو انت حاط قص عيدك من فوق حذك اصابعك. شوفهم والاصابع مثلا القدم او لين? موبيليتي حركة يعني حالة الحركة بتوفر لك داتا معلومات حولها لنيورو ماسكولار فانكشن. ففوق قلنا قيم الفينجر والتوز الكونديشن تاعدتهم. عشان توفر لك معلومات عمين? عن النيورو فاسكولار. ازا فيه الم في انت اصابة للاصاب. او ضغط العصاب. الحركة هنا بتحدد اللي هو النيورو ماسكولار فانكشن. قيم السنسيشن الاحساس بشكل مستميل عشان تاخد معلومات عمين? عن النيورو جينيك. حركة العصاب. فبدك تطيم بين الالم والاحساس والحرارة والدم اللي هو تعمل اه. ذي فالهالي تضطع على الاضفر تشوف دم بعب ولا لا اه اه اضفع الكاست او البلوز او 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 اضفع المكان اللي في كاست اعلى من مستوى القلب عشان يقلل الاديمة. اه اه امسح مكان عالكاس ووين في شوية كاس امسح باسيتون او كحول. تمام? اه اه اصابة او مواد الدوب يعني تخلي الجلد شوية يكتره وكويس. انت كده تشجع الكلايانت انه اكسيد فينجر توز فيكون احدك اصابه. اكسرصايز هال بتقلل وبتمنع وبتزود ايش السيركوليشن. انشور تاكد انه طرف الكاست يكون ايش يكون نعمة يكون الشكل بجرح. اه انسبكت شوف الاسكن حول الايج يعني هات الكاست طرف الكاست طرف الجبس شوف الاسكن بشكل كويس زي ازا عندك اه الباند البادنج هاي بتقلل من خلي الطرف الكاست يكون ناعم هيك وش زي يعني بقلل للسكن. قيمها عانقال لي ايش اييش? اي 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 اس مانك حوط ثلج عالكاست او مكان كان كأست بقلل انجري اي سيرجري اس كاري بتقلل بتقلل الالم وكويس وتقلل النزيف. يعني ابع يعني جنب انك تشد الكاست للخارج. اه اه اف دا كاست بكم ويت لو صار مبلل الكاست. دراي ات يوزنج بلو دراينست ان كول سيتنج. يعني حاول جفه بسرعة. اه دومبس اندر الكاست كان ليتو بريك داون. لو انت دخلت قلم تحت الكاست حاجة ممنوعة. او انك تحذك وتحط مرطبة وكذا عالجل بمنع او الحروق. ممنوع تدخل اي شيء تحت الكاست. تدخل قلم تحق تفعق. ممنوع هاي الاشياء. اي شيء تدخله جوه. اه ممكن يعطل الاسكن. اه انصح المريض ممنوع يكتب بالجلم او دراو يرسم على الكاست. تمام? اه اه لو صار فين تشوف الدم على الكاست حط جلم داير على الدم. هلو شفت الدم كثر. بدك تشوف الاشي زي هيك. يعني تمام تقييم تاني. اه ساعد في تقييم علامات البلد لوس. توثق اي اشياء ابنورمال شفتها انت بشكل صح. شوف الخطة الالم اللي بتطور للاسوأ. وعزز شوف اتأكد من الكومبليكيشن شوف ازا صار عنده كومبليكيشن. بدك تطبها بشكل يعني مباركرا. اه ريبورد significant abnormal finding. وثق الاشياء مش طبيعية. تمام? وزي ما قلنا شوف التطور ازا صار الاسؤال الاحسن. ambulate dense as soon as possible. يتحرق المريض have them aces in bed. يعني جانب دسرير movement prevent بتمنع الكومبليكيشن of mobility. الحركة كويس. هذا الجدول يعني قطع مهم شيء في الكاست انه ما يتحرقش كتير المريض. اه ما يخربشش على الكاست. ما يبنلش الكاست. اول ما يركب الكاست بكل السائش. لسه هيك طاري وممكن ممنوع بساعدة ما لرس لما ينشف الكاست. ما يكتوبش عليه. ما يدخلش اي شيء داخل الكاست من جوه وما الى. هاي الكاست انا. انا بدنا اعمل هلا انه نقيم السنسيشين الاحساس. شوف بحصل بحسش. لحط جبس فوق عشان شوف انه عصاب وصله هانا. شوف الاحساس. هانا اعمل شوف الكابلة ضغط على عزب مهيكة. شوف الدم بتعب بصريب. شوف انه وصل الدم للكاملة لا. اه هانا انه يكون هاي الكاستة الناعمة. قليل. هاي هانا حتى الثلج على الكاست بيقليل القلم. شوف الحركة. ملخص الجدول. ازلت الكاست. تشيله. لما بدك تغيره. تتركه مرة اخرى. اول انجري هزهيد. او لم يشف. متى انا بشيل الكاست. لما الجرح اول تعمل الجرح. او بدي انا اغيره. تمام? بتشيله. قبل ما تخلص الحجم انه لو صعي مضاعفات. بتشيل الكاست خلص. يعني اغلب الكاست بتشيله بسبب انه صار اندك ايش? بشكل اختياري انه صار كتر. او انه اداء بتشيله بشكل ايش? اما بتقطع لحالك او في المستشفى بشكلو في الدسك العادي. يعني انه اه هالي الاداء بتقص الانا استخدام في المستشفى خلانا للنستكتور اقص كاست. فكنت خايف ان يكون زي الدسك. لا. هذا ورعا بيقص الكاست بالهزك بالرجفة. زي رجاج. حتى لو جعل الجلد يخلي الجلد انتاك. يعني عادي. ما بدي الجلد. لما تشيله. يعني العضلة اللي كان اللي كان ركب عليه كاس بكون ضعيف وبتحركش كويس. الجوينت ماي بي لما تكون لسه المفصل هذا بتحركش كويس. ضعيف. بتلاقي السكن بيل شاحب ووكسيك شمعي ومي كنتين بحتوى على بعض وبيتش وخلاية ميتة لانه كما كان عليها ضغط. بتوصله غالبا بيصابون ومية. وحط عليه لوشن هيكة اشي بيطردي من السكن. تحطه موستشة تخلي الجلد هيكة موستشة ضطب. وتن توبريفينت تمنع بالضف سكن ايج فروم كاتشينك أوف كلوثين. يعني انزل السكن تعبان مات تعبه كتير وتفكر في الجلد. هذي هي عذات الكاست ايها الزهرية. حط هيكة وبتيتي. حتى لو ايجت على الجلد نفس ما بتأذيه. تخوفش يعني. ما تخافوا منها. انا حتى يقول لي تخافش وانا خايف يسير حاجة وبسيرش في حاجة. وتحت الكاست طبعا في ايش? في صوفت باندج. تعمل. هي الكاست از باي فالب. هاي هذي تعمل باي فالب في الكاست. الكاست سبلت ممكن باندينج مانيوالي كات. ممكن تقطعه بيدك. الباندينج اللي جوه هذا بيدك بتقصه في المقص. يعني كلمة. اش هو 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 الشد? امام? هو الشد. هي از اه بولنج اف اه بولنج شد. العضو المتأثر لو اجيها المقصورة بتشدها للخارج. اتريت من انت علاج مجرد. هي يعني التدخل علاجي. يعني لو صار قصة دا اكتر العضو لمكانه بسموه تراكشن هو الشد. تراكشن is used to accomplish the following. ليش انا بعمل تراكشن? بتقلل مصر سبازم. تخلى العضوه ترجع مكانها. بقلل الالم وبشيل التشوهات. مهمة جدا. بقلل المصر سبازم. بيخلى البون تجاهل مكانها. بقلل الالم وبمنى التشوهات. طيب وفي تراكشن انواع التراكشن. انه ثري بيسك طرابات انواع التراكشن فينا مانيوال وسكين وسكيلتر. مهم مين في امتحان هاي للوصول في للأسف. مانيوال تراكشن تعني شد البودي using personal hand and muscle. استرم ايدك انت بتشد العضوه ما ترجعها مكانها. بسموه مانيوال تراكشن. تمام? is most often is used briefly to re-align bro. يعني ايه يعني يستخدها بشكل كامل بشكل بسيط. عشان تما عشان تعيد مكان. العظم المكسور into its original position. وتعيد العظمة لمكانها الصح. هاي. العظمة هاي فالت ايه كسرت طلعت من مكانها طلعت من المكان تاعها. شدها الاعلى بيض هيك اللي اطلع العظمة لبرة هيك ورجعها مكانها. ها بسموه مانيوال تراكشن. اما السكين تراكشن. باجي انا بلزق على الجل من بره شيء. هي مين تعني? بولنج شد. السكيلتر المتأثرة والمكسور من خلال تحط اداة زي مثلا بلذيك بلت. هاي يعني بلذيك الحوض. او سيرفيكال هالتر. هاي السيرفيكال هالتر هاي تراكشن يعني بتحط فيه زي كربان شفت في المستشفى هنا. بتلفح حولين الدجل وبعدين تحط علي لزقه. وبتشد يعني انت بتشدي الجلد. ما بتشدي العظمة. وبالضا هيك بتشدي هيك وعلى ادارة في المستشفى موجودة على السرير. بتحط عليها وزن اثقال. في التالي هرا بلذيك بلت. وهنا اللي هو سيرفيكال هيلتر. وبتشدي انت الجلد نفسه. الجلد هيشد العظمة يرجعها وين يرجعها مكان. هاي عندك عاية تراكشن. هاي هرا على الجلد. ومسكين احنا هذي. هاي ربطنا هانا لفين عليه. بعدا هاي لزق. وبتشد هيك وسحبنا هاي هذي. تمام. هاي ذي كان واحدة. نفس الحاجة. بتلف الفف هيك وفي تحت مربط. وبتسحب يدلو سحب عن ضيق او زن اثقال اللي ايش تشد. سكيلتال تراكشن هذا. يعني اذا مانوال. وسكين عن سكيلتال. سكيلتال بالعظم. بتاخذ كنت في العظم. تسحب العظمة كلها. هي تعني سحب بشكل مباشر على سكيلتال سيستم من خلال بتدخل زي زي هذي هي. بتدخلو في العظم. تمام? او تونز انتو للعظمة هذي. كنتني وصلت بشكل مستمر. لفترة طويل. بدخل زي. مثلا سيخ هيك في العظمة. وبسحب السيخ من الطرفين عشان ايش؟ رجل عظمه لامين. لا مكان. زي كنتي خلتال. او ربطتو من الشتاكتين هيك. وبقت اسحب العظمة ترجع لمكانها القضيحي. تراكشن كير. لو واحد عنده تراكشن. كيف بدين اعمال كيرا؟ نعمل التراكشن هنا. principle for maintaining effective interaction. ايش نبدأ هنا؟ تراكشن must produce bolling effect. انبطي. لازم التراكشن يعمل الشد. مش تراكشن جادة. عالفور هيك ما نضل. لازم تحس انه شد العظمة وترجعها لمكانها. counter traction must be maintained. تحافظ انه التراكشن يضل مستمر. العظمة مكانها يكون التراكشن عكسة. يطلع على برضه. splint and sling must be suspended without interfeet. ما يتعرضوش مع التراكشن. rubs must move freely through each bully. rubs لو مثلا عندك بقر زي هيك. لازم هاي rubs تحرك بشكل ايش? freely. ما في ايشي عيقة. فقال لك rubs must be move. تحرك freely من خلال each bully. the describe amount. الكمية الموصوفة of weight must be applied. يعني هنا. قال لك حط اتنين كيرو حط اتنين كيرو. مش تحطك روعة قل. ممنوع هو الوزن الى مسر الارض. لازم يضل فوق الارض هيك. تمام? واشن يكون الشد مية المية. the weight هايو. الويت بيهر في الامتحان. all and following من. the weight must hang freely. مهمة جدا. الوزن لازم يكون freely. يعني حض في الهواء الطلق. the weights must hang freely. مهمة جدا هايو. وهدي كمان مهمة. انه rubs must move freely كمان على البقرة تحتها. external fixation. اللي هو external fixation هذا الا اه اه ساموه. اما اقول بيهبلي شوية. نسينا. اه اه. نبدتين. كمان? external fixator. هوا metal device rare معدنية. surgical inventory. بتدخيله بشكل جراحي. لأ into and من خلال one or more broken bone. عظم مقصودك جون مع بعض عشان استفلايز تثبت لفراجمنت ديورنج هيل للشيء المقصوده اثناء الجروح تكون مثبتة ديورنج ديكافر اثناء الشفاء دانيرس بروفايد كيربو أبعمل رعاية للبنت ست اللي هو للسيخ اللي الداخله اللوكيشن وير بنت مكان دخول البنت اللي هو زي السيخه ده والوير تمام او تونغز انتر اكستند سكن اللي داخله في الجلد هي بدي اعمالها عناية عشان تمنعها انفكشن هذي هذي هذو التراكشن هيد ادخل الوير عن جوه اكتبع لانها تغسط من بطرق اليوم بمحلول عليها انا جوز عشان ما يتلوتش وتنبع لانها الى كلها هذا اكستيرنال في انترنال داخلك هذا كيف هاي العظمة مكسورة بجيب انا السيخان ودخل العظمة هادي سيخ العظمة التانية فبالتاليك ايش شد العظمتين مع بعض وخلي العظمتين يلزقوا ببعضه ثبتين هذا هو مين لا تراكشن شد هم او شد هاي مكسورة شد هادي مع هاي مع بعض حط سيخانة وسيخانة وسيخانة خلى العظمة تانية دولة يسكرى العظمة هادي وفي انترنال داخلي بتبين الشرب من جوه بحطه جوه سيخ وبربطه تنترن مع بعض بكون داخلي هذا ايش الشرق يخلص المدى كلها الحمد لله انتهينا منها ان شاء الله يربيك بكون يعني شرحة شرحناء وصلته قضى المستطعب وصلت طريقة الكل يعني السفد منه الفصل خلص ان شاء الله وبتمنى الفصل الجاي يكون وجاهي ترجع للتعليم الوجاه يعني يمكن تقريبا هو افضل من الالكتروني بكتير واذيح وكل شيء وجاه يكون افضل شوفوا الجماعة ونشوفوا كلنا نشوف بعض وفصل خلص المدى خلصت كل عام وانتم بألف خير بتمنى لكم التوفيق وعلامات عالية ويكون ان شاء الله اختبار بسيط وما تنسون من دعواتكم وبعد ترى جدا التأخير لكن للظروف طارئة وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته